محاولكم مكبات بمنتخبنا الواطن كابت عناب جديد رأيك في القايمة الخاصة وبعض اللعبين الجدد اللي انضموا الى المنتخب واكيد ميسر كروس ما كانش عند الوقت الكافي عشان يختار اكبر عدد من اللعيبة نتيجة توقف الدول ما كانش في غير ثلاث مباراة فقط هو اللي شافهم فيه لعيبة هو اختارها بنفسه ودي حاجة منبئة بالخير اسمها الكابتن محمد صلاح معك حاجة محترمة وراجل شكله بتاع كورة جاب احمد سمير جاب مهاند لاشين اتنين واخدين السوبر ففرقة وابراهيم عادل بس ابراهيم كان قبل كده في منتخب ومنتخب اولمبي كمان وفي منتخب اولمبي لا ابراهيم عادل عايب كويس طبع انما بكلمك على اتنين الاول مرة يخشوا يا برضو حاجة زكية ان فرقة واخده سوبر مصري ما ينفعش بقاش فيها حد في المنتخب غير الجون بس اللي هو محمد بسامت هو احنا ندينا كتير بمهاند لاشين بس انا احمد سميري كانت منفجأة من نسبالي ودي حقه لانه عامل موسم شوف ربك اصلا احمد سمير ده عامل موسم كابتن ولا اروع واهدف ويوي اصابت الشحات ساعدت ان احمد سمير يخش انا متهيالي ان الراجل لما اتفرج على المباراة اقتنع بيه مش مسألة حسين ممكن يبقى موجود وممكن واحد تاني يتشاري ولكن الراجل اقتنع بيه هو مهند في المباراة وفي ناس جهاز المعاون زي كابتن ضيا وده كفاءة يعني كابتن ضيا عينه قويسة جدا وتاريخ ومكسب لامتخب مصر وشوقي هكذا يمكن انا كان عندي تحفظ على العصام ولكن كان قبل التعيين دلوقتي لما عصام اتعين خلص التحفظ انا في ظهرك عصام ابدع انا عادي بس ما كانش لسه تعين قلت لك عندي ملوحظات واحد اتنين ثلاثة مقدرش اقولها دلوقتي ليه؟ هو تعين لازم يبقى في ظهره كزميل كمدرب واعد ان شاء الله ربنا يكرمه الاختيارات كلها كابتن بعتبارها ممتازة والاجانب اللي جمع اللي هما المحترفين مش اجانب ولا حاجة انا نصي سام بالنسبة لي اجناب يعني لا بس هو جيه كابتن قبل كده جيه قبل كده مع ابرادلي والعيبة انا قلت لك قبل الفصل العيب كويس حتى كان واحد من المعدين قال لي هو نفس طريقة النني لأ انني احرف شوية السام اقوى شوية انما الاختيارات بيب حيبش علق عليها ما هو دول احسن ناس اه في فلان وفلان وفلان برة ولكن دولة هما الصفوة اللي موجودة هما الموجودين انا ما نتكلم على عمر مرموش مثلا احمد اسر ريان فيلطاي عمر اول مرة يجي برضو متخب كبير ومتخب اولمبي بس العيب هاي لكابتن الغريب ان كابتن شاوي ماخدهوش وجهات نظر وجهات نظر وممكن الولد ما يكونش مستوى اياميها كويس لما الراجل اتفرجوا على الشرايط بتاعته هو راح شتتجر وعشتتجر دي مش قليلة ان هو يروح شتتجر دي فرقة تقيلة يعني فانا شايف ان اختيارات كلها يعني هو شاف فيديوهات لانه ما تفرجش على باهر محمدي ولا ملحقش يلاعبه قدامه هو شاف الفيديوهات بتاعته مثلا فاختار باهر على الفيديوهات مثلا شاف احمد توفية في موتش بيرمزن اللي فات شاف اكرم في مع الاهلي فدي اختيارات محمد صبحي هو ملحقش لسه يشوفه ده اول مرة برضو يخش اول مرة يخش ودي حاجة مشجعة لان صبحي جون كويس ممكن الحضر اكيد دي دور في اختيار سوف ممكن ودي حاجة تحترم للحضر ان عنده رؤية لقدام شوية اللي لازم يجهز هالراس مصطفى فاتحي دخوله بس يا رب هو دخل للمعسكر الفاتح انا عايزي بقى دي دور اكتر يعني ياخد ان شاء الله الراجل ده شكله بتاع كرة يعني شكله بيحب لعبة الكرة انت لو بصيت على التوتل في اللعبة يا كابتن عفت هتلاقي فيه لعبة كرة كتير في الاول في الاخر كتن انت مطلب تكسب على طول فلازم لعب الكرة تلعب معك لازم لعبت الكرة ايا ان كان بتحب طبعا يبقى لازم يموجود معك لعبة بنوعيات مختلفة المجهود القوة لكن لعبت الكرة هي اللي بتحب محال مايبقاش كله زي مكاب صلاح قال له كله ضرب 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 تلعب كرة اه